تدرس الولايات المتحدة أغلاق سفارتها في بغداد بسرعة بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة على المنطقة الخضراء وسائل الإعلام أمريكية نقلت عن مصدر رفيع قوله إن مناقشات مطولة بين دبلوماسيين أمريكيين أعاد السيناريو غلق السفارة إلى الطاولة ليكون جاهزا للتنفيذ دون أن يحدد المصدر موعدا أو آلية لإغلاق السفارة في المقابل رفض مسؤولنا عراقيون تعليق على احتمالية إغلاق السفارة مكتفين بالإشارة إلى أن السلطات العراقية تعمل بجد لحماية البعثات الدبلوماسية